انطلقت أمس فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت رئاسة المنتج محمد حفظي وتحمل دورة هذا العام اسم المدير الفني الراحل للمهرجان يوسف شريف رزق الله وتستمر الفعاليات حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري ويضم برنامج عروض المهرجان 150 فيلما ما بين روائي طويل وتسجلي وقصير كما ينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة 30 فيلما فيما تحل السينما المكسيكية ضيفة شرفي لنسخة هذا العام تفاصيل أكثر نتابعها مع ضيفنا الناقض الفني عصام زكريا أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا يوم جديد أهلا سهلا عصام صباح الخير يمكن أن نتكلم عن أعتقد أول مهرجان الدولي وقيمة على أرض عربية يعني بحسب معلوماتي مهرجان عريق دورت الحادية والأربعين هذه كان أمسي ممكن شفت بعض اللقطات على الفيسبوك من قبل طبعا بعض الأصدقاء حضور لنجوم محلي نجوم أجانب نجوم عرب بنفس الوقت ضيوف نقاد مهرجان القاهرة طبعا تاريخ كبير يعني مرتبط بذكرياتنا يعني وذكريات عدد كبير جدا من المصريين على حدار السنوات أكثر من 41 سنة يعني أو 41 سنة مر المهرجان بفترات صعود وفترات هبوط أو فترات ما كانش فيها المهرجان على المستوى لكن في كل مرة بيتطور بيسعى أنه يتدارك الفترات الصعبة اللي كانت موجودة أعتقد أنه المهرجان ماشي بخطوات سابتة منذ عدة سنوات وبيتقدم عام بعد آخر بيستعيد بعض بريقه اللي هو كان فقده في سنوات أخرى أهم حاجة يمكن محتاجها المهرجان وابتدى يستعيدها ثقة النجوم والسينمائيين مش بلازش النجوم يعني السينمائيين المصريين أنهم استعادوا ثقاتهم أو عدد كبير منهم استعاد ثقاتهم بالمهرجان كذلك الجمهور برضو كان فيه مشكلة في الجمهور وعلاقته بالمهرجان أعتقد أنه برضو ابتدى يستعيدها ابتدى وفيه قبال كبير أو أكثر يعني أكثر نسبياً على أفلام المهرجان وعروض المهرجان ودي أهم حاجة في أعتقادي يعني أنه المهرجان يصنع بالأساس للتصقيف السينمائي ولأهل المدينة التي يقوم فيها المهرجان فهذا أهم حاجة يعني وكيف كان أمس يعني كان فيه حضور جماهيري لا في الحفل الفتاح ما يكوش فيه الفتاح ما يكوش فيه حضور جماهيري لكن من النهاردة كنا عم نشوف على السكرين مثل ما كنا عم نشوف كان فيه الفنانين كان فيه فنانين سينمائيين طبعاً ناس مدعوين من الخارج من كل حتة يعني فيه المكرمين يعني كان فيه تيري جيليا من المخرج البريطاني الكبير كان تم تكريمه شريف عرفة من مصر يعني كان فيه عدد كبير من النجوم ومن المدعوين من النهاردة بقى هتبتدي العروض وأتمنى أنه بفيه إقبال جماهيري أكتر وأكتر من أي سنة فاتت زي بنا نحكي عن دورة هيدا العام يلي بتحمل اسم المدير الفن الراحل للمهرجان يوسف شريف رزق الله ألا تم اختيار المدير الفن الراحل طي يتكرم أو طي يكون حامل اسمه هيدا المهرجان الأستاذ يوسف رحمه الله طبعاً يعني هو دايماً المهرجان ده كان مرتبط باسمه لأنه تغير ناس كتير جداً في هذا المهرجان رؤساء مهرجان وكتير لكن أستاذ يوسف كان هو حجر الأساس وعمود الزاوية في هذا المهرجان على مدار تاريخه كله إلى أن توفاه الله يعني في العام الماضي لكن هو يعني ترك تلاميذ وأصدقاء طبعاً بالملايين في كل مكان وكانت لفتة طيبة من المهرجان أنه يبقى هذه الدورة تحمل اسمه وهم عملوا يعني برضو لفتة طريفاً هم طلعوا كرنيه وعرضوا فيلم تسجيلي أيضاً بعد سلام الوطني تقريباً مباشرة وطلعوا أيدي ليب باسم مدير المهرجان يعني وكأنه لا يزال حياً يعني فكانت من الفتاة اللطيفة هذا العام طب حصلت كثيراً بالأخص يمكن في حفل الافتتاح والأيام القادمة لكن اللي لفت انتباهي يمكن أنه المكسيك ضيف الشرف المكسيك طبعاً ويمكن هذا الفن نفسه يعكس طبعاً طبيعة العلاقات ما بين الدول في نفس الوقت لكن احكينا عن السينما المكسيكية يمكننا زمان بالتسعينيات كنا نشوف المسلسلات المكسيكية لو حضرتك يمكن فاكر لكن جدت مرحلة انتهت يمكن في وطننا العربي التركية هي اللي صارت موجودة الهندية هي اللي صارت موجودة فثقافة أن أنت تشوف فيلم مكسيكي ما موجودة عدنا طبعاً كل سنة المهرجان بيختار الدولة بتبقى هي ضيف الشرف بيعمل لها برنامج ويعرض عدد كبير من أفلامها صحيح السنة دي المكسيك المكسيك السينما المكسيكية سينما متطورة جداً يكفي يعني إناريتو كوروان اللي هم أخدوا جواز الأوسكار انتزعوها يعني في السنين اللي فاتت من بين كل المخرجين والفنانين الكبار في أمريكا هم جوم عملوا أفلام في أمريكا وانتزعوا الجواز وفيه طبعاً مخرجين بيعملوا أفلام في المكسيك نفسها مش في أمريكا باللغة الأسبانية كتير جداً يمكن المكسيك علشان كانت في فترات سياسية واجتماعية صعبة وظروف العالم الثالث يعني كانت السينما فيها بتمر بأزمة بأزمة صناعية يعني مش بأزمة مواهب لأن المواهب دايماً كانوا بينتقلوا للولايات المتحدة ويعملوا أفلام هناك لكن في السنوات الأخيرة ببتدت المكسيك ويبقى فيها صناعة سينما داخل المكسيك نفسها واقتصاد سينمائي وأعتقد أن ده شجع عدد كبير من المواهبين أن هم يعودوا في المكسيك ويعملوا أفلام عن الهموم المحلية يعني داخل المكسيك شاهد حفل الافتتاح حفل شاهد الفيلم تبعول مارتين سكورسيزي المخرج الكبير يلي أنا شخصياً كتير بحبه يلي هو فيلم The Irishman خبرنا لا تم اختيار هيدا الفيلم خاصة أنه هو هلأ مثل ما عم بيقولوا أنه هو منافس شرس بالأسكار فلا تم اختيار هيدا الفيلم بالذات طبعاً كل مهرجان بيحاولوا أنه يحصل على فيلم افتتاح يكون يعني مجذاب للجمهور اسم مارتين سكورسيزي مش بس اسمه مارتين سكورسيزي الفيلم فيه ثلاثة من عمالقة التمثيل في العالم يعني روبرت دينير والباتشين وجو بيشي وغيرهم يعني الفيلم فيه عناصر الجذب من خلال اسمه مخرجه من خلال أسماء النجوم اللي مشاركين فيه الفيلم ما تعرضش قبل كده عرض يعني غير في مرة واحدة في معرجان لندن فده مهم جداً أنه يبقى كمان فيه فيلم يعني لم يعرض اطلاقاً وهو انتاج ضخم من انتاج نتفليكس برضو زي فيلم روما ونيتفليكس يعني عملت الحقيقة نقلة كبيرة نوعية في السينما العالمية نعم والفيلم زي بعض أفلام سكورسيزي على مدار تاريخه بيتتبع تاريخ العصابات في الولايات المتحدة يعني تاريخ الجريمة المنظمة وده هو قدم دف أكتر من عمل كده أشهرهم يمكن عصابات نيويورك جوت فيلس وغيرها من الأفلام لكن هنا كمان فيه تركيز أكتر على علاقة هذه العصابات العصابات والمافيا بالسياسة وبالنقابات وبالحياة هذا يمكن ما ميز الفيلم أعتقد أستاذ عصام ويمكن حضرتك ذكرت أنه تم تكريم الأستاذ شريف عرفها وأسماء كبيرة يعني دامنا في وطننا العربي أو في بعض الدول أعتقد منها العراقي تم تكريم الفنان يا أما في وقت متأخر يا أما في رحيله يوم أمس تم تكريم الفنانة منها شلبي هي نجمة ما نختلف لكن لسه هي شابة فإنه يقدموا لها جائزة أو تكريم بهذا الشكل هذا الشيء طبعا مهم وشيء ممتاز وهي جائزة الفنانة فاتن حمامة التقديرية للتمييز صحيح؟ صحيح كيف شفت هذا التكريم؟ إيه اللي يميزها ما بينجي لشبابها لأنه تتعرف يمكن النجوم المصريين للشباب كثار على الساحة؟ هو برضو ده عرف المهرجان القاهرة يعني استنوا كده في منذ عدة سنوات أنه يبقى فيه الجائزة الكبيرة التقديرية للأسماء الكبيرة ويبقى فيه جائزة أخرى للجين الأكثر شبابا وده حاجة طبعا مهمة جدا أنه لما حد من الشباب يقدم أعمال قيمة يقدم فن جد أنه نقوله شكرا خاصة أنه لغراءات كثيرة قوي دلوقتي أن الناس تعمل حاجات للتسلية للربح السريع جيدة جدا في السينما وفي التلفزيون كمان وهي بتحرس طوله لوقت أنها تطور نفسها وأنها تبحث عن أعمال جدا واشتغلت مع مخرجين كبار يعني هي مكتهدة جدا الحقيقة وتحاول أنها دايما تبحث عن أعمال ذات قيمة على أعمال أكيد أن كل الفنان وكل شخص بيستحق أنه يخد جائزة كل الشكر لألك أكيد رح يكون في عنا ملتقاتين ونحكي بتفاصيل أكتر ولكن عنا ضيق الوقت بتعرف كل الشكر لألك أنت معنا الناقض الفني عصام زكريا شكرا شكرا السلام شكرا